الأيام المقبلة قد تكون حاسمة لكثير من الأمور العالقة بالنسبة للحالة الوبائية التي تراوح مكانها وبالرغم من أن الحكومة توفرت العديد من الموارد لمنع انتشار الفيروس من خلال محطات فحوص كورونا سريعة التي لا تلقى إقبالا كما في البلدات اليهودية إشي إنه إذا نفحص دائما ويكون عندنا دائما فحوصات بيكون أحسن عشان ما نخالطش كتير ناس إنه الواحد إذا بيكون مريض يعرف حاله إنه يفوت على حجر وكمان زي ما قلت فيه تحت جيلة ناش بعد وفيش تطعمات لإلهن فالإشي ممكن بأي يوم بأي ساعة بأي دقيقة ينصاب الواحد فهي التطعمات قديش أكثر لازم نأخذ التطعمات فوق جيلة ناش ونساوي الفحوصات من تحت جيلة ناش عشان يكون عندنا الإشياء نسيطر على الكورونا بالإضافة إلى ذلك تنتشر في أنحاء البلاد مراكز الكشف عن المضادات الحيوية المحاربة لفيروس كورونا في الجسم والتي تشهد أعدادا كبيرة من الوافدين خلافا لمحطات الفحوص السريعة كل ذلك لتسهيل التعامل بالشارة الخضراء وافتتاح العام الدراسي في الأول من أيلول وأيضا السيطرة على انتشار فيروس كورونا في المجتمع العربي الذي لا يشهد تقدما بعدد متلقي اللقاح نحن اليوم نعاني في الوسط العربي من انتشار سريع لوباء الكورونا وفي كثير من البلدات العربية التي أصبحت حمراء الفحص الثاني الذي يسموه فحص المصل أو البديكاترولوجت هو معد لجيل من 3 إلى 13 سنة الفحص مجاني وهذا الفحص هو بسيط جدا وسهل جدا واخذت إبرة بسيطة ما أخذ بعض النقاط من الدم الجوافير والسيعة بيكون موجود حتى نتأكد أن هذا الطفل أو هذا الولد كان مصاب بالكورونا أو غير مصاب إذا كان مصاب ومعافى هو بأخذ شهادة بسموها الشارع الخضراء وبغضر يفوت على المدرسة العادي أو حتى يروع على محلات تجارية العادي كل ما كان التزامنا بهذا الفحص أكثر كل ما ساعدنا على انتظام الدراسة بشكل واحد تسعة بشكل سار المفعول وبشكل منتظم إذن هذه هي معالم العيش إلى جانب كورونا كما يسميها المختصون فيما يتجول المواطنون من فحص إلى آخر بهدف الحفاظ على التعليمات ومن جهة أخرى تشير المعطيات إن ذلك لا يكفي أمام الانتشار السريع للفيروس في البلدات العربية وتشدد جميع الجهات المسؤولة على أن التطعيمات هي الحل الوحيد لخفض الحالة الوبائية تنهون؟ تنهون بوكس